جميل جداً أيضاً هناك من يتسأل في الحقيقة عن تخصيص هذا الكتاب لشيخين اثنين تعرف ربما هناك تيارات مختلفة الآن هناك مجموعة من طلبة العلم هناك مجموعة أيضاً ممن يتوجهون توجهات مختلفة ينظرون بنظرة فيها شيء من النقد تجاه هذا الجانب حتى هناك من سأل من المشاهدين عن هذا السؤال وقال لماذا اقتصر الأستاذ في كتابه على شيخين اثنين ألا يرسي ذلك ثقافة التقديس والتباعية كما يقول نعم أنا نبهت على هذه القضية كنت مستحضراً لها من قبل صدور الجزر الأول في طبعته الأولى ولذا نبهت عليها في المقدمة وإما جاء ذكره هناك بأنه لا ينكر علي أنني اخترت آراء الشيخين دون غيرهما في هذا الكتاب لأن هذا منهج في التأليف وأما كتب الفقه المقارنة فلها منهج آخر وأردت أن يكون هذا الكتاب مرشداً مختصراً لطلبة العلم ولعامة الناس الذين كثيراً ما يسألوننا ما هو رأي الشيخ القنوبي في هذه المسألة ما هو رأي الشيخ الخليلي في هذه المسألة ولا يعني ذلك بأي حال أن آراءهم مقدسة أو أن شخصهم مقدسة وإنما هم بأنفسهم يعني يطلبون من طلبة العلم يستقبلون من طلبة العلم ما يمكن أن يعده البعض ملاحظة أو إبداء وجهة نظر أو رأي فصدورهم رحبة كل الشيخين نعرف ذلك عن شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى كيف يستقبل ملاحظات طلابه شفاهة أو كتابة وهذا ما نعرفه أيضاً عن شيخنا القنوبي حفظه الله تعالى الذي ذكره لي شخصياً في قلسة خاصة بيني وبينه ذكر قال لا أرضى أن يرى طالب علم مني خطأ ولا ينبهني إليه كان هذا الكلام له وقع في نفسه لندعني أتحدث سامحني أستاذ المعتصم بلسان هؤلاء هم يتسألون ويقولون ألا يعني ذلك أن تقتصر على شيخين أو على عالمي العصر نعم أنك ربما بمفهوم المخالفة أو ما شابه تبعد بقية المشايخ أو بهذه الطريقة أنت لربما تجعل كأن ما يقال هنا لا يمكن أن ينقد ولا يمكن أن يتحدث عنه ولا يمكن أن يبحث مرة أخرى ولا يمكن أن يناقش وإنما هو الحق الذي لا مراء فيه ولا نقاش فيه كما يقولونهم نعم أنت أشرت إلى قضية وهي ما تسمى عند أهل الأصول بعالم العصر نعم وقضية عالم العصر أو اتباع عالم العصر مسألة تكلم فيه الأصوليون والفقهاء طبعا منذ قديم الزمان وقد اخترت آراء الشيخين لأنهم العلماء المعروفون لدينا في القطر العماني بأنهم قد بلغوا منزلة كبيرة في الاقتهاد كما أننا لا نزكع الله سبحانه وتعالى أحدا ولكن نراهم من أهل الصلاح والورع والتقوى والخشية لله سبحانه وتعالى في دينه وهذه الخصال ما قد لا تتوفر في جميع الناس علماء رباليون نعم ولذا عدوا من علماء العصر وعدوا علماء العصر في هذا المصر العماني وقد اخترت مختاره جمع من العلماء وهو القول بوجوب اتباع عالم العصر على الأقل فيما علم العالم فيما علم العامل وهذا الرأي ذهب إليه الشيخ نور الدين السالمي رحمه الله تعالى وقطب لئمة وشيخنا الخليلي حفظه الله تعالى ولهم مستند من الكتاب ومن أيضا النظر من الأثر ومن النظر فالله عز وقل يقول في كتاب فاسألوا أذى الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقولوا لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم نعم